السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم قناة اجيال اندلس احنا عودناكم كل اكيد بما موجود في القناة وكل جديد المهم احنا عندنا خبر النهاردة ان كان المفروض النهاردة ان نطلع على البطاقات التعريفية لكل طالب النهاردة واستندت كتير جدا النهاردة الطول اليوم استنى ما فيش فايدة اولا الامور كلموني في الموضوع ده في اولا الامور راحوا مدارس كتير جدا عشان ديموا التظلمات والشكاوي في ناس صملتهم وناس مرضتش تقابلهم وحاجات كتير جدا فيه برضو بعض اولا الامور وبعض الناس بعتولي كشوف لمدارس كاملة تلت اربعها شاي المواد تلت اربعها شاي المواد يعني كلمة تلت اربع دي قليلة كمان بل الاغلبية يعني ممكن تكون مئة شخص اولا سنوي حوالي 80 طالب شايلي المواد ده حاجة حرام الحرام نفسه مانيش عارف انا ايه ده ده تقريبا الدكتور طرق شوق كده بيعني جايقول 91 في المية هي المفروض 19 قال 91 في المية احتمال المهم خبرنا النهاردة ان الوزارة التربية التعليم والتعليم الفني اعلنت ان اصدار بطاقة الطالب الخاصة به بطلاب الله سنوي يوم السبت ان شاء الله الموافق 29 يونيو 2019 ويتم الاعلان عن الرابط الخاص ليه الاعلان عن بطاقة يوم السبت الموافق يوم 29 والبطاقة هدفها التعريفي الوقت تعريف الطلاب بمستوهم في المواد الدراسية خلاص عرفنا مش سوى الوزارة ايه مش مستوى الطالب لتوضيح نقاط القوة ومنطقة الضعف فين وبالنسبة لأقرالهم الطلبة التانية ما احترامي للكلمتين دول الدكتور طرق شوقي اسبت ان من حضر واكتهد ويذاكر هو اللي سقط ومن لم يذاكر او لم يكتهد واللي ما كانش يعرف يعني ايه يمتحني ايه بكرة هو ده اللي جاب النجاع ما نش عارف الاية مقلوبة ولا ايه اللي حصل بالظبط طبعا بقولك بعد تحليل الاجابات ما اعرفش حللوها ازاي وحللوها في انهم اعمل ما احترامي اليوم طبعا في امتحانات شهر مايون ماضيش ما احترامي الكل اللي صحة ما احترامي الكل اللي كان في الامتحانات ما احترامي الكل الكوادر التعليمية كل لسان في الموادوه ده حرام عليه للمزيد من المعلومات طبعا بقولك بقى تواصل معا عبر الفيسبوك والكلام ده كله والمهم احنا ما يهمناش في الكلام ده الا حق ولادنا حق ولادنا اللي هو نقدر نجيب درجات ولادنا الصحيحة وليس اللي ما الصحاعتش ده عشان كده ده كان خبر النهاردة اللي هو إصدار بطاقة الطالب الخاصة بتعريفه إن شاء الله يوم 29 انتظرونا في كل جديد إن شاء الله وأكيد عندنا في قناتكم قناة أجيل أندلس ربنا أعدها بخير وربنا يكتب لنا الخير دايما ولربنا كاتبه أحسن إن شاء الله ولعله خير في أمان الله شكرا